بساك مروا بالخير يا جماعة أنا ما ودي أتكلم عن المسلسلات لكن لأعمال الفنية هالسنة ما أخذ بحث سياسي وثغافي لذلك بتكلم عنها خصوصا حلقة اليوم من مسلسل مخرج سبعة اللي واضح وضوح الشمس قاعد يلمعون لصها هنا شوفوا هالمقطع بعدين بحلم موضوع الواقعية اللي تكلم عنها الممثل وما بيقول للفنان لأنه حس فنان كلمة كبيرة يعني تنقال حك شخص يحمل قيم المهم كلامه بأن إسرائيل أصبحت واقع على نفس المنطق إذن العرب كانوا غلطانين لما كانوا يحاربون الاستعمار سواء فرنسي أو الإيطالي أو البريطاني لأن الاستعمار كان واقع الجزائر بلد المليون شهيد هذي للمليون كلهم غلطانين وانت الصح لأن الاستعمار واقع الفرنسيين اللي ثاروا ضد الاستبداد واستبدلوا بنظام ديمقراطي حديث طور دولتهم أيضا كانوا غلطانين مفروض يرضون بمر الواقع أن في نظام قمعي دايسهم على راسهم وإحنا الكويتين أيضا كنا غلطانين ظاهر لما كنا نقاوم الغزو لأن الغزو كان واقع فيا جماعة خذوها تذي قاعدة وجود الشيء لا يعني أن أنا لازم أيد وجوده فيا جماعة إحنا ما بدنا نكون متطرفين ضد الأديان والمذاهب الأخرى يعني أكره شخص بس لأن دينه غير عن ديني أو مذهب غير عن مذهبي لكن نفس الوقت ما دافع عن كيان أبسط ما نقول عنه أنه هو رهابي بالنهاية الإنسان لازم تكون عنده عزة وكرامة وضمير وعقل ما يحرك الإعلام الواقع أنه كان في دولة مستقلة سمها فلسطين ولازم ترجع في يوم من الأيام عاجلا أم عاجلا هذا هو الواقع إذا كنت تبحث عنه السلام عليكم